السلام عليكم الآن ضل في عنا موضوع أخير بشابتر الثالث وهو ضرب المتجهات مع بعضهم حكينا لما نضرب المتجه بقيمة سكيلر يعني نضرب عادة ندخل للسكيلر على المتجه على كل مكونات هذا المتجه ويغير فقط من قيمته أما إذا كان هذا السكيلر بوزيتف فبيضل نفس الاتجاه إذا كان نيكتف بعكس اتجاهه الآن بضرب المتجهات في عندي طريقتين لضرب المتجهات مع بعضهم الطريقة الأولى اللي هي سكيلر برودكت اللي هي دوت برودكت دوت برودكت زي ما نشايفين هون الآن من الاسم ونيو دوت برودكت وفيكتورز لما نعمل دوت برودكت لمتجهين مع بعض الجواب سكيلر كوانتيتي لما نعمل دوت برودكت ما بين متجهين مع بعض دوت برودكتين النقطة هذه الجواب هو كمية قياسية يعني رقم بتطلع معي بدون أي اتجاه الآن القاعدة العامة اللي ضرب المتجهات ضرب سكيلر أو ضرب نقاطي هو A.B A.B بتساوي قيمة A قيمة B في كوساين الزاوية ما بين A و B إذن هذا القاعدة مهمة جدا 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 نعرف نتعامل معها الآن إيش بتهمني هذه الآن بتهمني أنه بستفيد منها في حساب حاصل الضرب النقاطي ما بين المتجهين A.B وبستفيد منها شغلة ثانية وكثير هذا السؤال بنجيبه احسب الزاوية ما بين المتجهين حتى نحسب الزاوية ما بين المتجهين نستخدم هذه القاعدة A.B بتساوي A قيمة A قيمة B في كوساين الزاوية بينهم الآن لو كان عندي حسب القاعدة هذه الآن I.I قيمة I واحد قيمة I واحد فكوسان الزاوية بين I مع I هي الصفر فكوسان الصفر واحد فI.I هي نفسها J.J هي نفسها K.K والجواب بساوي عندي واحد الآن الميكس تيرمز الخليط I مع J و I مع K و J مع K لأن قيمة I واحد وقيمة J واحد لكن الزاوية ما بين I و J زي ما حكينا سابقا هي 90 درجة كوسان التسعين هو صفر فحسب الكلام هذا اللي قاعدين ذكرناه الآن لما يكون عندي متجه A اللي هو AX AY AZ BX BY BZ الآن أصل بالضرب هو التوزيع فلازم نوزع كل المكونات على بعض هذا مع هذا وهذا مع هذا فإذا كان هذا الثلاث وهذا الثلاث فعدد الحدود اللي بيطلع معي هو تسعة تسعة حدود واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة ثمانية التسعة الآن الحسن يلاحظ أنه AY مع AY بتساو واحد وجي مع جي واحد وكي مع كي واحد لكن AY مع جي وجي مع AY وجي مع كي كل هذي بتساو أصفار والتالي بدل من عمل عملية التوزيع الطويلة هذه مباشرة ننتقل للخطو السريعة اللي هي الحدود المتشابهة الحدود المتشابهة بنضربهم مع بعض يعني AX الآي مع الآي يعني AX مع BX AY مع BY وAZ مع BZ و that's it لأنه عندك هنا من أصل كسح حدود تحولنا فقط لثلاث حدود فA.B هي AX BX زائد AY BY AZ BZ وما ننسى أنه I مع I هو واحد فقط سكيلر كونتتي لاحظ أنه حاصل الضرب النقطي ما بين المتجهين خط سميك وعلي سهم الجواب هو كمية قياسية بس ضربنا الحدود المتشابهة فقط فمن أصل 9 ما في داعي نعمل التوزيع مباشرة من أصل 9 حدود تحولنا فقط لثلاث حدود اللي هن الحدود المتشابهة الآن في نقطة مهمة جدا نازم نحكي عنها اللي A.B هي نفسها B.A ما بتفرقش يعني خمس ضرب ثلاث هي نفسها ثلاث ضرب خمسة فعملية الضرب هي عملية تبديلية A.B هي نفسها B.A ومرة ثانية بدل ما نوزع الثلاث بثلاث 9 حدود بس بنضرب الحدود المتشابهة فقط هذا القاعد A.B اللي بتصع A.B كوسين ثلاث ثلاث هي الزاوية ما بين A مع B الآن وحكينا انه A.B هي بتساو عندي B.A عملية تبديلية وكمان في نفس الوقت A.B بلاس C بنقدر في هالحال انه A.B بلاس A.C عملية توزيعية وهذا الكلام ذكرنا قبل شوي انه A مع A J مع J وتساو 1 و المكس تيرم تعطيني زيروز مثال على هذا الكلام هو احسب الزاوية ما بين هذو المتجهين المتجه هذا والمتجه هذا الآن بما انه طلب مني الزاوية بما انه طلب مني الزاوية ما بين المتجهين على طول مستخدم القاعد A.B بتساوي قيمة A قيمة B في كوساين الزاوية بينهم الآن قيمة A عندي في هاي الحال هي تحت الجذر تحت الجذر 2 تربية زائد 3 تربية زائد 1 2 تربية 4 زائد 3 تربية 1 تربية 1 زائد 9 زائد 4 يعني 14 جذر 14 فقيمة A هي جذر 14 لأن قيمة B هي تحت الجذر 4 نقص 4 تربية 16 و 2 تربية 4 1 تربية 1 ف1 زائد 4 5 زائد 16 21 فقيمة B هي جذر 21 20 إذن قيمة A جذر 14 قيمة B جذر 21 الآن A dot B في هاي الحالة ما بنعمل توزيع زي ما ذكرنا سابقا فقط الحدود المتشابهة يعني الآي مع الآي والج مع الج والك مع الك فالثنين في ضرب ناقص 4 ناقص 8 و 3 في 2 6 و 1 في ناقص 1 الآن لما نجمع هم بطلع عندي كلات الجواب ناقص 3 3 فكوسين ثيتا بتساوي عندي A dot B على قيمة A في قيمة B اللي هي ناقص 3 على جذر 14 في جذر 21 فبطلع عندي اللي هي ناقص 175 بالألف ف فاي أو ثيتا بتساوي كوسين انفيرس المقدار هذا واله بكاف عندي 100 درجة لان ننتقل للنوع الثاني من الضرب هو او الضرب التقاطعي لان الاشارة هذه تعني الضرب المتجهي الضرب التقاطعي الآن القاعد العام للضرب التقاطع اللي هي C بتساوي عندي A كروس B واللي هي بتساوي عندي قيمة A قيمة B ساين ثيتا الآن ثيتا هي الزاو ما بين A و B الآن في خطأ بيقع في الطالب اللي هو لابنطلب منه احسب الزاو ما بين متجهين باستخدم العلاقة هاذ هالعلاقة مش صحيحة لحساب هاذ العلاقة كوساين ثيتا الآن نتذكر دائما وابد انه لما نعمل كروس برودكت ما بين متجهين النتيجة هي متجه جديد عمودي عليهم في حالة dot product when you dot product to vectors the answer is scalar quantity لما نعمل dot product ما بين متجهين الجواب هو كمية قياسية لكن لما نعمل كروس برودكت ما بين متجهين الكمية متجه جديد عمودي عليهم اذا A cross B هذول متجهين لما نعمل كروس برودكت بيناتهم الان الكمية راح تكون عندي متجه جديد مقداره او متجه جديد هو C عمودي على A و B عامل زام مقدار 90 درجة على A و B الان حسب القاعدة هذه حسب القاعدة A B ساين ثيتا لو نحكي الان I I cross I ف I قيمتها واحد و I قيمتها واحد والزام بين صفر ساين صفر صفر ف I cross I صفر J cross J صفر و K K K صفر الان I cross J I cross J حكينا الانسر هو متجه ثالث عمودي عليهم العمودي على I وال J هو K العمودي على I وال J هو K إذن A قيمتها واحد و B زاوي بناتهم هي 90 صفر 90 واحد ولكن المتجه سيكون عندك متجه جديد عمودي عليهم I cross K هي ماينوس J لنحن نتعلم على قاعدة اليد اليمنى و J cross K هي I الآن بناء على الكلام هذا لأن ضربنا متجهين A مثلا في إلو ثلاث حدود و B إلو ثلاث حدود ف الضرب ثلاث بطلع عملي تسع حدود الآن بناء على القاعدة هذا والكلام هذا من أصل تسعة ثلاث منهم بصفر واللي هن المتشابهات هذا عكس الكلام اللي حكينا قبل شوي ثلاث منهم المتشابهات المتشابهات بصفر إذن بظل عنا بس اللي هم الحدود الخليطة اللي هنا I مع J J K K K K K الآن في إشارة السالبة هذه اللي ممكن تعمل إرباك عند الطالب خلينا نشوف بالضبط كيف ممكن نتعامل معها الآن I J K بالإنجليش لترز للأحرف الإنجليزية عادة هم بعد I J بعد J K الآن زي 1 2 3 1 2 3 ثلاث بعد 1 2 3 3 3 نرجع على عملية دورية 1 إذا مشينا بالترتيب I J K 1 2 3 الجواب بكون عندي positive positive أما إذا خربطنا الترتيب يعني I K J أو J K J I K في هاي الحالة إذا خربطنا الترتيب بكون عندي الجواب negative 1 2 3 يعني 1 مع 2 يعطيني 3 2 مع 3 يعطيني 1 3 مع 1 يعطيني 2 لكن 2 مع 1 هو ناقص 3 و3 مع 2 هو ناقص 1 1 مع 3 هو ناقص 2 2 فالخربطة تعطيني negative والترتيب يعطيني 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 positive الآن قاعدة اليد اليمنى بكل بساطة الآن اليمنى لازم اليد اليمين الأربع أصابع الأربع أصابع بتكون بتكون باتجاه المتجه الأول فنفترض A cross B A cross B وهي A بهذا اتجاه بنسلط أصابعنا الأربعة باتجاه المتجه بهذا الشكل الآن بنضم الكف اليد باتجاه المتجه الثاني يعني بنحرك أصابع اليد بهذا الشكل باتجاه ال B الآن your thumb اللي هو الابهام هذا اللي هو بكون عمودية عليهم هاي اتجاه الس إذن الأصابع الأربعة باتجاه الأول A باللف اليد باتجاه ال B أوك الآن thumb هذا يعطيني الاتجاه الثالث هو C الآن نتأكد من شغلة اللي هي لو طلب مننا مثلا نحسب C بتساعد B كروس A B كروس A في هاي الحالة الأصابع الأربعة باتجاه المتجه الأول هو B الآن إذا بدأ أضم الإيد إذا بدأ أضم الإيد باتجاه المتجه الثاني صعب لأن الإيد رح تنضم بهذا الشكل الإيد رح تنضم بهذا الشكل في هاي الحالة لازم نقلب اليد نقلبها بصير عندي الإبهام هذا لتحت اتجاه لأن الأصابع الأربعة باتجاه البي بنضم اليد بهذا الشكل باتجاه A والعمودي عليهم هو مينس C بكون للأسفل علشان هيك A كروس B ما بتساوي B كروس A A كروس B بتساوي مينس B كروس A A كروس B بتساوي مينس B كروس A عكس الضت ضت برودكت حكينا عملي تبديلية A ضت B هي نفس B ضت A لكن في حالة الكروس برودكت A كروس B بتساوي مينس B كروس A لأن نفس الكلام هذا حكينا قبل شوية اللي هو بالحالة الأولى لكن لو بدنا B كروس A قلبنا اليد وطبق لنفس القاعدة هذا الكلام طبعا حكينا قبل شوية نوح لو بنضرب متجهين مع بعضهم A I كروس J بيعطيني ماينس J كروس I واللي هي بيعطيني K الآن وبنوزع فيهم بطلع عندي تسح حدود بس من أصل تسعة ستة منهم بس ثلاثة منهم بيعطوني أصفر الآن بنبني محدد بهذا الشكل A كروس B مباشرة بنحط بنرسم خطين اسمها محددة بهذا الشكل بنكتب I hat J hat K hat الآن الصف الثاني بنحط مكونات المتجهة الأول مكونات المتجهة الأول هنا A X A Y Z الصف الثالث مكونات المتجهة الثانية B X BY B Z إذن علشان نضرب متجهين في عندي طريقتين يا أما بنوزع توزيع بهذا الشكل هون احتمالية الخطأ واردة جدا وسهل جدا نغلط لأنه في عنه هون إشارات لأنه I I كروس J بتختلف عن J كروس I الطريقة الثانية نبني المحددة بهذا الشكل determinant وهذا باعتقادي هي راح تكون الأسهل إذا أتقن هالطالب مرتين ثلاث بإذن الله راح تكون الأمور يعني just perfect I J K الصف الأول الصف الثاني مكونات المتجهة الأول والصف الثالث مكونات المتجهة الثانية لطلب مني B كروس A مباشرة I J K وهذا تكون عندي B X BY B Z وهذا هتكون عندي A X A Y A Z فقط الآن إيش بنعمل A كروس B أول شي بنغطي الصف الأول والعمود الأول الصف الأول والعمود الأول الآن الآن لاحظ أنه لما غطينا الصف الأول والعمود الأول إن حصر عندي إن حصر عندي إن هو I إن حصرت فبنحط I لأن شو بيضل عندي لين 2 و3 و5 و6 بنضرب 6 ضرب 2 6 ضرب 2 ناقص 5 ضرب 3 6 ضرب 2 يعني 12 ناقص 5 ضرب 3 15 12 ناقص 15 ناقص 3 إذن هذا الجزئية عطتني ناقص 3 I 6 ضرب 2 ناقص 5 ضرب 3 الآن ما ننسى نحط إشارة negative لأنه في القاعد العام للحل العام للمحددة positive الحد الأول negative الحد الثاني positive الحد الثالث and so on إحنا بهمنا بس هذول الثلاث بثلاث إذن مرة ثانية غطيت الصف الأول والعمود الأول إن حصر عندي حرف I إن هو I hat يظل عند الأربع مكونات هذول نضرب هذا مع هذا ناقص هذا مع هذا لا ستة ضرب اثنين ناقص خمس ضرب ثلاث يعني الجزء هذا ناقص ثلاثة I hat لأنه نحط الإشارة negative لأنه نغط الصف والعمود الثاني هنا الصف الأول العمود الأول هنا الصف الأول عمود الثاني إن حصر عندي الج هي ناقص ج إذا شو ضل عندي ستة ضرب واحد يعني ستة ناقص أربعة في ثلاث اللي هي 12 ستة ناقص 12 ناقص ستة وفي عندي أصلا ناقص هنا حصبحت عندي زائد ستة ج هات إذا ناقص ثلاثة I hat زائد ستة ج هات الآن الآخر حد اللي هو الصف الأول والعمود الثالث الصف الأول والعمود الثالث إن حصر من عندي الك إذن عندي كيهات إذن خمسة ضرب واحد لخمسة ناقص أربعة ضرب اثنين لثمانية خمسة ناقص ثمانية ناقص ثلاث إذن جواب المحددة هذه كاملة ناقص ثلاثة I زائد ستة ج ناقص ثلاثة K لا راح نشوف مثال للتوضيح الآن في عندي مثال بحكينا اذكتور A has magnitude six units متجه A قيمته ستة وحدات is in the direction of positive x axis وبالتالي six بما أنا بحكيلي باتجاه X الموجب فهو I hat six I hat لأن متجه B أربع وحدات واقع بين X وال Y يعني إلى مركب تيم دكون عامل زاوي ثلاثين درجة مع محور X الموجب أوجد الزاوية أوجد حاصل ضرب A cross B في هاي الحالة ما في داعي نعمل أي أي محددة العملية سهلة جدا A cross B بتساعد عندي قيمة A قيمة B في ساين الزاوي ما بين A مع B قيمة A قيمة B في ساين الزاوي ما بين A مع B فقيمة A ما أعطني six يونيت باتجاه X لكن قيمة B أربعة وباتجاه 30 درجة مع X يعني الزاوي ما بين A و B هي 30 درجة فستة ضرب أربعة في ساين الثلاثين يعني كم يعني بلتع نجواب 12 12 يونيت الآن بأي اتجاه بأي اتجاه لازم نحدد اتجاه هون هون القيمة الآن حتى نحدد الاتجاه الآن نستخدم المطلوب مننا A كروس B A باتجاه X positive X axis فالأصابع الأربعة الأصابع الأربعة راح تكون باتجاه positive X axis B B عامل زاوي 30 درجة مع positive axis يعني الأصابع نا بالأربعة بهذا الاتجاه بدأ تكون الآن نتحرك باتجاه B بهذا الشكل فالثمب الثمب اللي هو الإبهام بدأ تكون خارج من اللوح خارج من الصفحة out of the plane out of the plane وبالتالي فوق positive K positive K K هات الآن لو مثلا طلب من B B cross A سيكون الجواب نفسه 12 ما سيتغير لأنه كقيمة طبعا القيمة ما رح تتغير إلى مين رح يتغير عندي رح تغير عندي ال direction فالأصابع الأربعة باتجاه ال B هو بهذا الشكل بدأ نتحرك بهذا الشكل صعب لأن الأصابع تثني عكس عقرب الساعة بهذا الشكل أصاب تثني إذا بنقلب اليد فبصير عندي باتجاه into the plane داخل في الصفحة إذا ناقص K هات فبت نفس الجواب هيكون عندي ولكن نفس ولكن بشكل لداخل الصفحة داخل الصفحة لأ ممكن نتعامل مع المسألة بطريقة شوي مختلفة اللي هي أحل المتجه بي أحل المتجه بي الآن متجه A إلو قيمة واحدة فقط بدون تحليل فهو 6 باتجاه I هات 6 6 units على X هات ما إلو Y وما إلو Z لكن B ب إلو X وإلو Y وما إلو Z قيمته على X هات تكون عندي أربعة أربعة وحدات كوسين الثلاثين هالكلام شرحناه سابقا المباشر لأن هنا في أصفار كثير ففيش داعي أنه نعمل أي محددة بنقدر نعمل عملية التوزيع فبنحكي 6 6 ما بتنضرب مع X لأنه هذه X حكينا المتشابهات ونضرب هم مش مع بعض فبنضرب 6 مع Y و6 مع Z وز هات أصلا صفر ف6 في أربعة سين الثلاثين اللي هنقنا عندي في هالحالة اللي هي كم باقي الحدود حتكون عندي صفر هيك نكون أنجزنا أو خلصنا تشابتر ثلاثين إن شاء الله المرة القادمة رح نرجع على تشابتر 2 الله عطيكم العافية